موسيقى اهلا بكم في فيديو جديد عاجل اصابة خطيرة لمدافع الزمالك محمد عبدالغني امام غزل المحلة تعرض محمد عبدالغني مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لاصابة خطيرة ودموية في الوجه في دقنه بعد التحام مع عبدو يحيى مدافع نادي غزل المحلة في الدقيقة الثلاثة وعشرين في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد غزل المحلة في الجولة الحداشر من مصابقة الدور المصري الممتاز وطلب محمد اسامة طبيب الزمالك سرعة تغيير محمد عبدالغني بخطورة اصابة مدافع نادي الزمالك حيث شارك محمود الوينش على الفور بدلا من محمد عبدالغني الذي لم يستطع استكمال المباراة حيث خضع اللاعب للعلاج خارج الخطوط وسط تجمع الجهاز الفني ولاعب الزمالك على دكة البدلاء من اجل الاتمئنان على اللاعب سلم يا رب ربنا يشفي وعافية